حلقة النهاردة شباب هنتكلم فيها عن الرامات وازاي تستفيد من الرام فعليا وايه السبب اللي يخليك كل يوم تفكر انت تزود الرامات بتاعتك وكمان هنتكلم عن شوية حاجات كده خاصة بالرام من ناحية التصنيع ايه نوع الرام الكويس ايه الكلام ده كله ليه اصلا انت لازم تعرف الحاجات دي والحاجات دي تتلخص ان هي اهم القواعد اللي انت لازم تكون عارفها لما تفكر تغير الرامات للجهاز بتاعك مش شرط ان انت تروح لمركز صيانة مش شرط ايه كلام من ده الفكرة كلها انت تكون عارف الحاجات دي علشان مركز الصيانة نفسه ممكن يديك اي رأة وسعرها ممكن يكون ولاية الصحيح بس مش هتنفذ لك اي حاجة من انت عايزة عايز اعرف الموضوع بشكل كامل تابع معا الفيديو بعد الانترو وما تنساش قبل ما اروح للانترو تعمل لايك للفيديو وكمان اتحدى اي حد بيسمع الفيديو انه لما يكمل المعلومات دي الاخر هينزل لواحده كده على زرار الاشتراك ويعمل اشتراك ويفعل زر الجرس وكمان هيدعيلي والله واي نقطة انتو حابين تستخدموا فيها بعد اما الفيديو يخلص ياريت تكتبوها في الكومنت ولو حد شايف اي مشكلة في الفيديو او مش عاجبه ياريت تكتب له رأيه في الكومنت اه كل ده احنا كده عارفنا القواعد للسير للحاجات دي بس نستنى بقى بعد الانترو عشان نعرف كل المعلومات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد جمال من قناتكم تشتري اي جي المصري موضوع الحلقة النهاردة يا شفاف زي ما قلنا هنتكلم فيه عن الرامات واول نقطة معنا في الموضوع لازم تلتزم بالقواعد اللي انا هقولها فعليا لما تيجي تغير الرام علشان ما تقصرش جهازك بالكامل اه على فكرة يا شباب فيه ناس كتير بتبقى مستعزائي بالموضوع لكن فعليا الموضوع بيبقى خطر جدا وممكن ان انت ما تستفدش باي حاجة وتحس ان الجهاز بتاعك كمان بالاول كان افضل فاول نقطة معنا النهاردة هتبقى نوع الرامات فيه انواع كتير جدا من الراء والمشكلة ان ما فيش جهاز كمبيوتر بيقبل اي نوع وخلاص لا كل جهاز بيبقى له نوع معين من الرامات بشرط النوع بيبقى متصنع على النوع ده الوقت اللي تصنع فيه كان ده النوع المفضل او ده اعلى نوع او ده اعلى امكانية ايا كان سبب نوع الرام اللي موجود في الجهاز عندك لازم تعرف ان كل جهاز لنوع رام معين بيدخله او ليه؟ ايه العلاقة؟ فعلينا شباب كل ما بتزود ساعة الرام كل ما الجهاز بيبقى نشيد اكتر وصنعيته اعلى لان بيبقى عندك زاكرة بتخزن المعلومات المؤقتة بالنسبالك او المعلومات اللي انت هتشتغل عليها او ايا كان نوع المعلومات اللي انت هتخزنه فيها سواء كتابية او او انا عن نفسي بستخدمه كتير جدا في الرام بصراحة بطبعين اللي جابوا الرام في برامج المنتج معايا فكل ما ساعة الرام بتزيد كل ما البرنامج بيبقى يدي بعينات اكتر للرام وبيبقى المعالج شغال بمزاك كده بقى بيختار يعني بصوا المعالج بيبقى عامل ازاي انا قدامي مثلا اثنين جيجا اه انا قوة نص جيجا فبس البرنامج مبقاش حاسس بسرعة المعالج في الوقت ده لانه كل ما بيضيف اثنين جيجا المعالج بيخصم من نوع من نص جيجا ما يعالجها ويخلقها في يكون البرنامج نايف نص جيجا كمان وهكذا فبيبقى العمل اسرع معاك طول من الرام سريعة نوحها كويس وكمان تكون الرام كبيرة الساعة بتاعتها عالية ثالث نقطة معانا وهي الشركات اللي بتصنع الرام بصوا يا شباب ما تشتريش اي رام من اي شركة وخلاص الشركات كلها بتختلف ايه نمط الاختلاف بقى اللي اختلاف في جودة التصنيع وجودة الرام وجودة نقلعة وصرعتها والكلام ده كله بيختلف من شركة لشركة طبعا انا مش هرشح لك شركة لانه قريدي انا هسيب لك المقالة في الوصف فيها الشركة اللي انا بحبها عمتا وبتعامل معاها وشاف انها شركة كويسة جدا في التصنيع والسبب اللي بخلنات عامل معها بصراحة ان جودة التصنيع عالية جدا عشان كده انا مش هذكر الشركة لان انا مش بعمل اي اعلام مول للشركة في الفيديو ده فانت هيب معاك اللينك في الدسكريبشن بتاع الموقع بتاعنا وموجود نوع الرام اللي انا بستخدمه عامة وبصراحة الرام مريحاني جدا وسريع جدا زي ما عرفنا شباب ان الشركة بتختلف في نمط التصنيع وبتختلف كمان في جودة الخامات اللي بتستخدمها في الرام وكل ده طبعا الرام بتعكس بالسلء او بالاجاب على الرام يعني لو الشركة بتستخدم مواد رخيصة شوية طبعا الرام مش هتديك الكفاءة العالية ممكن الرام ساعتها اثنين جيجا بس هي نفسها بتقبل البيانات بالعافية فتبقى مشكلة لك انت فاختار الشركة الكويسة بالنسبة لك اللي انت تعاملت معها ولقيت ان الرام بتاعتها كويسة دي فعلا شركة تختلف انا عامة زي ما قلت انت سيب لكم اللينك في الدسكريبشن فيه الشركة اللي انا بصراحة حبيبها وفيه كمان مقالة عن الموضوع كامل اللي انا هتكلم عنه في الفيديو ازاي تقدر تحصل او تقدر تستفيد من الرام بتاعتك بشكل كامل اول حاجة نعتبر ان انت معك جهاز الرامات بتاعتك اثنين جيجا مش هنكبر الموضوع عشان يبقى الناس كلها فهم وانت حابب تخلي الرامات اربعة جيجا عشان لتسميهت مثلا الفيديو حاببت تغرب وتتأكد من نفسك فانت روحت تخلي الرام 4 جيجا اول نقطة معنا ما تخليش الرام ساعتها كاملة في رام واحدة يعني ايه يعني لو انا هخلي الرام 4 جيجا هحط رامتين كل رامة 2 جيجا طبعا لانه سرعة التمرير بين البيانات والمعالج هتبقى مكسومة على رامتين فالرامتين هيستقبله من البرنامج بشكل اسرع من رام واحدة فانت تستفيد من سرعة رامتين مش رامة واحدة غير كده ان انت نفس المساحة بتاعت الرام لكن هتبقى المساحة فعاليا اسرع لما تكون رامة واحدة هنا فضل فعليا ان انت تشتغل برامة 2 مش برامة واحدة حتى لو انت هتشتغل برامة 2 جيجا خلي كل رامة جيجا واحدة ما تشتريش رامة الاربع جيجا مثلا تضيفها مع الرامة مثلا عندك تلغيها خالص وتحط الاربع جيجا هتلاقي ان فعلا الموضوع ليس يختلف كتير اه هيختلف كتير لو جود التصنيع عالية جدا هتحس احساس ان الرام فعلا زيادة وبقت كويسة وكل حاجة لكن لو انت ضفت من نفس النوع اللي انت هتشتري منه الاربع جيجا رامتين كل واحدة اثنين جيجا هتحس فعلا بدوبل السرعة مع العلم ان هي نفس الرام انا اعرف ان انا بقول اتكلم عن نفس نوع الرام نفس حجم الرام وكل حاجة بس هتلاقي الفرق اسرع لانهم مقسومين على اثنين تماما يا شباب دي برضو ضغطة مهمة نركز عليها لان فيه كتير جدا ما يعرفهاش وفيه كتير جدا بيروح يغير الرام بتاعته من اثنين لاربع وبيرمي القديمة وبيسيبها للمحل الصيانة ويدفع الفرق الكلام ده فالكلام ده فعلا الغلط وانا بتصحش به تماما بصراحة ده ان انت بتبقى واخد السرعة كلها على الرام واحدة فده غلط اصلا على الرام اخر حاجة نتكلم فيها يا شباب وهي ليه لازم تفكر كل يوم فعليا انك تزود ساعة الرام طبعا الاجابة انا مش هكتصرها او مش هقول لك ان انت لازم تغير الرام ولازم تقبر الرام بس انت لوحبك هتحسها لما كل يوم بينزل update للبرنامج اللي انت عايزه تلاقي المتطلبات رامات اعلى ممكن تلاقي نفس البرستوسر الرامة اعلى لان اغلب البرامج واغلب التكنولوجي الحديث بتاعنا بيعتمد اعتماد تام على الرامات انه بيخزن فيها المعلومات بشكل اكبر علشان المعالج مرتاح في الشغل بتاعه كده الموضوع خلص وزي ما قلنا بقى يا شباب ما تنسوش لايك شير علشان كل الناس تعرف المعلومات دي وعلشان فعلا كل الناس وهي بتغير الرام بتاعتها تبقى عارفة يعني ايه القواعد الاسسية للرام ما تتخدعش من اي حد وخلاص انه يغير له اي رامة وخلاص لازم فعلا الناس تبقى عارفة المعلومات دي وعلشان كده بطلب منك ان انت تشترك في القناة وتفعل زيب الجرس عشان يوصلك كل جديد وتستفيد من كل المعلومات ان شاء الله وكون على قد المعلومة اللي انا بدهالك انا ان شاء الله ومنشورش هي معلومة اصلا غير لما ابقى متأكد منها فعلشان كده انا الفيديوهات بتاعت بتتقسم 2 وخميس الساعة 6 فاستنونا ان شاء الله وفي حلقات كتير فاتت ممكن تتابعوها موسيقى